وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 471 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 132 طن مواد غدائية وغير غدائية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تمو ضبط قرابة 50 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تمو ضبط قرابة 83 طن أما في مجال قضايا المخابس تمو ضبط 751 قضية من بينها 82 قضية خبز ناقص الوزن و46 قضية خبز غير متابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات تلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 13 قضية بمضبطات بلغت قرابة 75 طن أقماح محلية